بداية كيف تعلق على ما يحدث في الضفة الغربية هذا الجيل الجديد الذي لا يتبنى أي أفكار أو أيديولوجيات فقط يحمل القضية الفلسطينية وهو لا يزال يقاوم كل الانتهاكات في الضفة الغربية يعني لا شك الضفة الغربية تحت المكان كبير أساسا في استهدافات العدو خاصة بمسألة الاستيطان الذي هو يعتبر من صلب الأيدولوجية الصهيونية وبالتالي استهداف الضفة والحديث عن أنها يهودة والسامرة وكل أفكار الضم والحرق والتهويد الجارية في تلك المنطقة واضح أن المعركة أيضا ساخنة في الضفة الغربية الآن مع ما يجري في قطاع غزة هناك تجاوز المائتين وأكثر من عشر شهداء في الضفة الغربية فقط يعني مع العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لا شك أنه شكل المقاومة في الضفة الغربية دائما كان شكل مبتكر وشكل فريد يعني كما تفضلت يعني كانت الأيدولوجيا الأساسية لهؤلاء الشباب والفتية هي أيديولوجياة فلسطين أيديولوجياة المقاومة هم يعني يمكن بمبادرات أحيانا فردية قاموا بأعمال فردية كنا نعرفها جميعا ومن ثم انتقلوا إلى أشكال أكثر يمكن تنظيما من خلال تشكيل كتائب سواء كان في جنين أو في الدهيشي أو في طول كرم أو في عارين الأسود في نابلس أو غيرها هذا يدلل بأن القضية الفلسطين تتناقل من جيل إلى جيل وأن طبيعة هذا العدو هذا العدو الذي يقوم على أساس النفي على أساس الإقصاء على أساس الإحلال على أساس شطب الهوية الفلسطينية وشطب الوطنية الفلسطينية واحتلال وابتلاع الأرض الفلسطينية وتدنيس المقدسات لذلك هو عمليا يعيد إنتاج القضية الفلسطينية عمليا يعيد إنتاج المقاومة فبالتالي لا يمكن إنهاء شعب لديه إرادة على الحياة على الحرية على الاستقلال وبالتالي كلما استمر هو في عدوانه وزادت عداوته لهذا الشعب فمن التأكيد أن هذه المقاومة ستشتد وستتزايد وستتسعى رغم مزعم الإسرائيلية بأن هناك ربما رغم كل الضغوطات طبعا بأن هناك جيلا بعد جيلا في فلسطين قد ينسى قد يهمل هذه القضية ولكن العكس على الميدان سيدة مروان ما الذي يشعل أكثر هذه الرغبة في المقاومة بغض النظر عما يحصل في غزة وأيضا هل من طول نفس لمزيد من صد هذا العدوان لا شك أنه من يشعل هذا النفس أولا وجود الاحتلال كما قل ووجود احتلال يعني إلغائي هو يعني كل عمليات التسوية وكل عمليات المحاولة يعني على الأقل الاستراتيجيات التي صيغت من أجل التعايش مع هذا الاحتلال أو يعني البحث عن قواسط مشتركة كله يعني بات بالفشل عندما نذهب إلى حديث عن حسم الصراع وعن تصفية القضية فلسطينية وهو الاسم الحركي لحسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية بكل معنى الكلمة فإذن هو يعني يستهدف أساسا القضاء على المستقبل الذي يمثل مثل هذا الجيل فبالتالي هو سيولد مثل هذه الدائما هذه الجدوة وبالعكس هو يساعد في يعني اشتعال هذه الجدوة بشكل أكبر يعني كل مرة عن أخرى وأضف إلى ذلك أنه قوة الرواية الفلسطينية الرواية الفلسطينية هي رواية أصلية ورواية معاشة وليست رواية مخترعة كما هو بالضبط الرواية الصهيونية ورواية مزيفة يحاول أن يعممها من خلال قنوات الاستعمار في العالم ومن خلال أيديولوجيات خرفية وزائفة وإسطورية ولكن الشعب الفلسطينية حقيقة حقيقة مرتبطة بحق تاريخي قائمة موجودة وهي تتناسل هذه مسألة يجب أن يدركها يعني هذا العدو والذي كان يقول بأنه جاء ليجد أن هناك أرض بلا شعب هو الآن يشاهد ما هو هذا الشعب هذا الشعب الموجود في غزة الذي يقاوم بكل قوة هو الآن يريد أن يجعلها بلا شعب هو من خلال استراتيجيات الإبادة التي يمارسها هو الآن يريد أن تكون القضية فلسطينية بلا هذا الجيل الذي يقتل بالأطفال بالأجنة كما لحظنا فبالتالي ماذا سيفعل مثل هذا العدوان مثل هذه الوحشية مثل هذه الجريمة أنا أعتقد إذا لم تشعل أحلام الشعب الفلسطيني وطاقات هذا الجيل يجب أن تشعل أيضا الأمة بشكل واسع والعالم الحر والإنساني لأن هذا برسم كل الضمير الإنسان طيب سيد مروان بالعودة إلى التفاعلات الدولية أتحدث هنا عن الموقف الأمريكي المتغير والمتحول بشأن ما يحدث في قطاع غزة أيضا الموقف البريطاني المطالب كذلك بوقف إطلاق النار وفتح ممرات أمينة وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية كيف تقرأ هذا التغير في هذه المواقف لهذه الدولة الداعمة منذ البداية لإسرائيل نعم أولا هي دول مسؤولة عن بقاء هذا الكيان والجرائم التي يرتكبها هذا الكيان وأيضا العدوان الأخير الذي تبنوه بالكامل وتبنو سرديته بالكامل ومحاولة لشيطنة المقاومة بكل فئاتها وشيطنة الشعب الفلسطيني حتى وصفه بنعوت عنصري كما شهدنا الآن لكن هذه الكذبة أولا كشفتها حقيقة إسرائيل وحقيقة هذا العدوان والإفراط في هذا الدم وفي هذه البشعة وفي الاعتداء على القيم الإنسانية على كل المواثيق التي طالما عممها الغرب من الديمقراطية إلى حقوق الإنسان إلى العدالة إلى مفاهوم كرامة الإنسان إلى غيره هو شاهد العالم على الهواء مباشرة كيف يتم إجراء هذه الإبادة بالأسلحة المحرمة دوليا وكيف تقتل الأجنة كيف تضرب المؤسسات المدنية كيف يتم مهاجمة المستشفيات أقسام في المستشفيات وتحت مبررات عديدة أنا أعتقد أن بهذا المعنى غير هذه السردية أولا هناك أجيال في أوروبا واضح تماما أن أيضا لديها نظرة لعنصرية هذه الأنظمة وكيف تمارس وحاول تستقوي بهذه المسألة العنصرية وكيف تطرح قضية الديمقراطية كأنها فقط هي الجنس الأبيض الآن هناك تأثير لا شك سيحدث سواء كان على صعيد مصالح هذه الدول من ناحية الانتخابات تضرر مصالحها بشكل عام الأصوات الأين ستصب وكيف تطورات التي تحصل داخل أيضا الأحزاب والقوى الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك هذا التغير حتى لا نراهن عليه كثيرا إلى الآن ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية اختلفت من التأييد الكامل إلى إزداء النصح نعم في هذا السياق من تألت رأسا إلى درجة توقف العدوان طيب في هذا السياق سيد مروان إلى أي مدى يمكن من نريد وقف العدوان نعم لهذا الضغط الدولي الممارس حاليا على إسرائيل أن يكون الفيصل في وقف هذه الاعتداءات بالنظر طبعا إلى تصريح وزير الخارجي الإسرائيلي إلي كوهين الذي تحدث عن مواصلة العملية العسكرية حتى إذا انقطع الدعم الدولي عن إسرائيل أنا رأيي أن الخيار الأهم والأول هو الخيار المقاومة لدى الشعب الفلسطيني لا يوجد أمامنا إلا هذا الخيار هل حدا منتظر أن شعب الفلسطيني يرفع الرأي البيضاء هو شعب الفلسطيني يجب أن يقاوم يجب أن يقاوم بكل أشكال مقاومة بكل أماكن تواجده وقادر على إيصال هذه الرسالة بقوة الآن الجيش الإسرائيلي دخل في الرمال المتحركة في قطاع غزة وهو يعيش على صفيح ساخن على كل مستوى المنطقة وحتى على مستوى العالم تحرق هذه الصورة التي حاول أن يسسدها أمام العالم فبالتالي هناك ريهان على مسألة الوقت صح أنك في ألم كبير كمان في صمود كبير في بطولي أسطوري في الآن صناعة ملحمة على أرض قطاع غزة وفي كل ساحات المقاومة الواجب أن تتحول القرارات التي تأخذ إلى ترجمات عملية القرارات التي هي مسؤولية العرب والأمة الإسلامية وغيرها يجب أن تأخذ قرارات بمستوى أن يشعر الجميع بأن هناك أخطار بالتضرر على مصالحهم إذا كانوا لم يستطيعوا القيام فيها الآن فمتى سيقوموا فيها هناك مرات إسرائيل ترهن الكثير من العلاقات معها على مقابل على حساب القضية الفلسطينية لا أريد أن أدخل الآن بكل المسار التطبيعي الذي تحقق والاتفاقات المبرمة مع العدو الصهيوني والتي هي مزالت والتي تحرم الآن فك الحصار وكسره عن أبناء قطاع غزة وفتح المعابر من أجل قطاع غزة هذه مسألة أكبر من ذلك بكثير ولكن لندع هذه مسألة تتفاعل وهذه قضية أيضا برسم كل الشعوب الحرة لأن الدفاع الذي يجري في غزة ليس دفاع عن غزة فقط هو الدفاع عن مستقبل أمة كاملة وليس فقط قطاع غزة فبالتالي كل لديه مسؤولياته في الأماكن التي هو موجود فيها شكرا لضيفنا من بيروت سيد مروان عبد العال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين